السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في قناة موزيوموري كروشي في الفيديو اللي فات القبلي ده على طول كنا اشتغلنا مع بعض اي سكاب بغرزة الضفيرة اللي انتوا شايفينه على الشاشة دلوقتي شكله جميل جدا زي ما انتوا شايفين النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض الطاقم وهنشتغل الكفية بنفس الغرزة اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم تستفادوا منه لو عجبكم الفيديو عملولوا لايك وشير وقلولوا لرأيكم في التعليقات ولو لسه اول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشترككم في القناة فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله هسفكوا دلوقتي مع البيانات والمقسات اللي احنا هنشتغل بيها النهاردة وبعد كده نروح على الشرحة على طول انا هشتغل الكفية معاكم النهاردة بنفس الخيط اللي انا اشتغلت به الطاقية في الفيديو القابل ده على طول وهو خيط صوف تركي اسمه برينسي الصوفتي ده شكل الشلة بتاعته مكتوب عليه انتي بيلينج يعني ضد الوبرة انا بصراحة ما جربتهش في الغسيل قبل كده يعني معرفش اذا كان بيوبر ولا لأ بس هو في الشغل جميل جدا الشلة دي وزنها 100 جرام وفيها 250 متر رقم اللون 31 عشان لو حابين تشتغلوا بنفس اللون ورقم ابرة الكروشيء المكتوب على الورقة بتاعت الخيط 4 مليمتر انا هشتغل الكوفية بابرة رقم 5 مليمتر عشان عايزة الغرزة تبقى طرية شوية ومن تبقاش نشفة سمك الخيط وسط زي ما انتم شايفين وزي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو بتاعت الطاقية ان غرزة الضفيرة من الغرز المجسمة اللي بتدي سمك للشغل بتاعنا بتخليه سميكة او تخين وكمان بتخلي وزنه تقيل وبتسحب خيط كتير فعشان الكوفية بتاعتنا او عشان اي حاجة احنا بنشتغلها بغرزة الضفيرة ما تبقاش وزنها تقيل وما تبقاش سميكة او تخينة الافضل لان احنا نشتغلها بخيط وسط او رفيع زي ده كده ولو ارفع من كده يبقى افضل هنبدأ باسم الله بسحب الخيط من قلب الشلة عشان سحب الخيط يبقى سهل هتشتغل سلسلة البداية باي مقاس انتم عايزينه بس اهم حاجة عدد السلاسل يكون مضعفات رقم تمانية زائد واحد او بتشوف انتم عايزين تشتغلوا في الكوفية كم ضفيرة وبتضربوا عدد الدفاير اللي انتم عايزينها في رقم تمانية والناتج اللي بيطلع لكم بتزودوا عليه سلسلة انا هشتغل الكوفية بتاعت الست دفاير هضرب ستة في تمانية بتمانية واربعين زائد سلسلة يبقى هشتغل سلسلة البداية تسعة واربعين سلسلة بسيب حوالي متر من الخيط قبل ما اعمل عقدة البداية عشان هرجع اشتغل بيه غرز منزلقة على الجنب اللي انا بدأت منه على سلسلة البداية بعد ما خلص شغل في الكوفية خالص بعد ما سبت متر من الخيط بعمل عقدة البداية بالطريقة دي كده وهشتغل تسعة واربعين سلسلة هبدأ بسم الله هكمل لحد ما اكملهم تسعة واربعين سلسلة وارجعلكه تاني بعد ما اشتغلت تسعة واربعين سلسلة هنشوف مقاسهم كام سانتي المقاس تمانية وعشرين سنتي بالزبط طبعا ده مش هيكون مقاس عرض الكوفية لان سلسلة البداية بعد ما هشتغل عليها غرزة الدفيرة المقاس هائل جدا غرزة الدفيرة عبارة عن اربع سطور هنفضل نكررهم لحد ما نوصل لمقاس طول الكوفية اللي احنا عايزينه اول سطر هشتغله هشتغل غرز اعمدة بلفة عادية خالص ومن السطر التاني هنبدأ نشكل غرزة الدفيرة نخلي بالنا هنشتغل ازاي انا معايا تسعة واربعين سلسلة بفوت اتنين سلسلة واحد اتنين وهبدأ اشتغل اول سطر في الحلقة اللي بضهر السلسلة من وراء بسيب حرف الفي اللي هو وش السلسلة اللي قدام الامامية والخلفية وبقلب السلسلة وبشتغل اول سطر في الحلقة اللي بضهر السلسلة من وراء معي لفة على الابرة بفوت اتنين سلسلة بفوت اتنين سلسلة واحد اتنين وبحسبهم ارتفاع وفي بداية كل سطر هرتفع زيهم اتنين سلسلة لحد ما خلص شغل في الكفية بتاعتي هبدأ اشتغل في السلسلة رقم تلاتة او العمود بلفة العمود بلفة بشتغله ازاي معي لفة على الابرة باخد كمان لفة من الخيط وبقى كده معي لفتين بفوت واحد اتنين وبدخل في السلسلة رقم تلاتة في الحلقة اللي في الظهر من وراء وبسحب الخيط بقى معي تلات لفات بسحب من اول لفتين وبسحب من تاني لفتين دي طريقة العمود بلفة يبقى انا كده فوتت اتنين سلسلة ارتفاع في اول السطر واشتغلت بعدهم اول عمود بلفة بكرر على كل السلاسل كل سلسلة بشتغل فيها غرزة عمود بلفة نغية مخاطعة بروغزة عمود بلفة من خلف بحرزة ده شكل العمود بلفة. هكامل بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر سلسلة عند خيط البداية. وصلت اخر سلسلة عند خيط البداية. هشتغل فيها غرزة نص عمود. غرزة النص عمود بشتغلها ازاي? معايا لفة على الابرة. باخد كمان لفة من الخيط وبقى معايا لفتين. بدخل في السلسلة الاخيرة. وبسحب الخيط وبقى معايا تلات لفات. بسحب وبطلع من التلات لفات مرة واحدة. دي طريقة غرزة النص عمود. كده انا اشتغلت اول سطر من الغرزة. التسعة واربعين سلسلة اللي انا بدأت بهم عملت في هم ايه? فوتت اتنين سلسلة في البداية وحسبتهم ارتفاع. وهارتفع زي اتنين سلسلة في بداية كل سطر. لحد ما خلص شغل في الكوفية بتاعتي. وبعدهم ستة واربعين سلسلة اشتغلت عليهم ستة واربعين غرزة عمود بلف. واخر سلسلة اشتغلت فيها غرزة نص عمود. وفي نهاية كل سطر لحد ما خلص شغل في الكوفية هشتغل غرزة نص عمود زيها. هنبدأ السطر التاني. بارتفع اتنين سلسلة زي ما اتفقنا في بداية كل سطر. وبالف الشغل وهبدأ اشكل غرزة الضفيرة. هشتغل ست اعمدة بلفة امامي واتنين عمود بلفة خلفي. الضفيرة هتبقى عبارة عن ست اعمدة بلفة امامي والفاصل هيبقى عمودين بلفة خلفي. العمود بلفة الامامي بشتغله ازاي? معي لفة على الابرة. باخد كمان لفة من الخيط بقى معي لفتين. بدخل في اول فراغ نخلي بالنا. اول فراغ هنا كده. من قدام لورا. وبلف من ورا العمود بالابرة بتاعتي. وبطلع من الفراغ التاني. بخلي العمود قدام الابرة. عشان كده اسمه عمود امامي. وبسحب الخيط. بقى معي تلات لفات على الابرة. بسحب من اول لفتين وبسحب من تاني لفتين. دي طريقة العمود الامامي. بكرر بنفس الطريقة. معي لفة على الابرة اخدت كمان لفة من الخيط. بدخل في الفراغ التاني. في الفراغ نفسه. من قدام لورا. وبلف من ورا العمود. وبطلع من الفراغ التالت. خليت العمود قدام الابرة. بسحب الخيط وبشتغل غرزة عمود بلافة. بكرر تاني وبكملهم ستة اعمدة. كده اربعة. خمسة. كده انا شكلت اول ضفيرة ستة اعمدة بلافة. نعد كده عشان نتأكد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هبدأ اشتغل عمودين بلافة خلفي. وده هكون اول فاصل بين اول ضفيرة والضفيرة التانية. العمود الخلفي بشتغله ازاي? عكس العمود الامامي. معي لفة على الابرة باخد كمان لفة من الخيط وبدخل من ورا لقدام من الفراغ ده كده اللي عليه الدور. بدخل بالابرة بتاعتي من ورا لقدام وبعدي من قدام العمود. وبرجع تاني الورى من الفراغ اللي بعده. بخلي العمود ورا لابرة. عشان كده اسمه عمود خلفي. وبسحب الخيط وبشتغل عمود بلفة. معي تلات لفات. باطلع من اول لفتين. ومن تاني لفتين. هكرر تاني. بدخل من ورا لقدام من الفراغ. وبلف من قدام العمود بالابرة. وبطلع من الفراغ اللي بعده الورا. وبخلي العمود ورا الابرة. بسحب الخيط. بقى معي تلات لفات. بسحب من اول لفتين ومن تاني لفتين. هكرر بشتغل ستة اعمدة بلفة امامي واتنين عمود بلفة خلفي. هشتغل معاكم كمان الضفيرة التانية. اشتغلت ستة اعمدة بلفة امامي. هشتغل عمودين بلفة خلفي الفاصل التاني. هيبقى الشكل كده. هكرر بنفس الطريقة. ستة امامي. واتنين خلف الحد موصل لاخر السطر التاني. وصلت اخر السطر التاني بنهي السطر بغرزة نص عمود وباشتغلها في الفراغ الاخير. باشتغل غرزة نص عمود في الفراغ ده. معايا لفة على الابرة باخد كمان لفة من الخيط وبادخل في الفراغ نفسه بالابرة وباسحب الخيط بقى معايا تلات لفات. باسحب الخيط وباطلع من التلات لفات. كده انا خلصت السطر التاني اشتغلت ست دفاير زي ما انتم شايفين وبينهم خمس فواصل. بقى الشكل كده. هبدأ السطر التالت بارتفع اتنين سلسلة. وبلف الشغل وهشتغل على كل عمود عمود زي بالزبط. نخلي بالنا ان انا بعد ما لفة الشغل الاعمدة عكست معايا. يعني الاعمدة الامامية اللي هي الست اعمدة بقت خلفية. والاعمدة الخلفية اللي هم العمودين الفاصل بقوا امامي. زي ما انتم شايفين كده. يبقى انا هشتغل في السطر التالت ست اعمدة خلفي واتنين امامي. باشتغل على كل عمود عمود زي بالزبط. بعد ما ارتفعت اتنين سلسلة كده انا اشتغلت ستة خلفي هشتغل اتنين امامي هكرر بنفس الطريقة باشتغل ستة خلفي واثنين امامي لحد ما وصل لاخر السطر التالت وصلت اخر السطر التالت هشتغل غرزة نص عمود في الفراغ الاخير معايا لفة على الابرة باخد كمان لفة من الخيط وبقى معايا لفتين بدخل في الفراغ الاخير وبسحب الخيط بقى معايا تلت لفات على الابرة بسحب الخيط وبطلع من التلت لفات مرة واحدة كده انا اشتغلت تلت سطور اعمدة بلفة واحدة امامي وخلفي والشكل كده هنبدأ نشتغل السطر الرابع بارتفع اتنين سلسلة وبلف الشغل نخلي بقى انا هنشتغله ازاي لان هشتغل فيه ست اعمدة بلفتين امامي وعمودين بلفة واحدة خلفي والسطر الرابع ده هو اللي هيبين لي شكل غرزة الضفيرة باجي على اول ضفيرة وهشتغل ست اعمدة بلفتين نخلي بالنا العمود بلفتين هشتغله ازاي بسيب اول تلت اعمدة بسيب العمود رقم واحد والعمود التاني والعمود التالت وهبدأ اشتغل على العمود الرابع والخامس والسادس هشتغل ست اعمدة بلفتين نخلي بالنا معايا لفة على الابرة باخد لفتين من الخيط لفة وكمان لفة بقى معايا تلت لفات على الابرة بفوت اول عمود وتاني عمود وتالت عمود وبدخل وراء العمود الرابع وبسحب الخيط بقى معايا اربع لفات على الابرة بسحب من اول لفتين اتكون عندي تلت لفات بسحب من اول لفتين اتكون عندي لفتين بسحب من اللفتين دي طريقة العمود بلفتين بعد كده هشتغل العمود الخامس والسادس باخد لفتين على الابرة بقى معايا تلت لفات بدخل وراء العمود رقم خمسة وبسحب الخيط بقى معايا اربع لفات على الابرة بسحب من اول لفتين اتكون معايا تلت لفات بسحب من اول لفتين اتكون معايا لفتين بسحب من اللفتين بنفس الطريقة هقرر على العمود السادس كده انا اشتغلت تلت اعمدة زي ما انتوا شايفين رايحين ناحية اليمين كده اشتغلت بالطريقة دي عشان اعمل علامة الاكس اللي هتبين لشكل غرزة الدفيرة بعد كده هرجع على التلت اعمدة اللي انا سبتهم في الاول والتاني والتالت وهشتغل عليهم برضو بنفس الطريقة كل عمود بشتغل عليها عمود بلفتين امامي بدخل هنا وراء العمود الاول اللي انا سبته العمود التاني العمود التالت زي ما انتوا شايفين اتكون عندي شكل حرف الاكس كل تلت اعمدة عكس التانيين التلت اعمدة اللي تحت الرابع والخامس والسادس واشتغلت فوقيهم الاول والتاني والتالت بعد كده بروح على الفواصل وبشتغل عمودين بلفة بلفة واحدة خلفي الفواصل هتفضل دايما معايا باشتغلها عمود بلفة واحدة هشتغل معاكو كمان الضفيرة التانية بسيب اول عمود وتاني عمود وتالت عمود وبدخل وراء العمود الرابع بارجع للتلاتة عمودة اللي في الاول اللي نسبتهم ترجمة نانسي قنقتلا ترجمة نانسي قنقت patio بقى الشكل كده. بروح على الفاصل الثاني وبشتغل عمودين بلفها واحدة خلفي. هيبقى الشكل كده. هكمل بنفس الطريقة. باشتغل ستة عمدة بلفتين امامي وعمودين بلفها واحدة خلفي. لحد ما وصل لاخر السطر الرابع. وصلت اخر السطر الرابع واشتغلت اخر الضفيرة. هقفل السطر بورزة نص عمود في الفراغ الاخير. كده انا اشتغلت اول دور من الغرزة اربع سطور. والطريقة زي ما شفناها مع بعض. هنبدأ نكرر الاربع سطور دول بقى لحد ما نوصل لمقاس طول الكوفية اللي احنا عايزينه. هنبدأ السطر الخامس اول سطر في الدور الثاني من الغرزة. وهنبدأ نعدل الاعمدة دي كلها. ونرجعها لاصلها. وهشتغل اعمدة بلفها واحدة امامي وخلفي. بارتفع اتنين سلسلة. وبلف الشغل وهبدأ طبعا الاعمدة اتعاكست معي. الامامي بقى خلفي والخلفي بقى امامي. زي ما انتم شايفين. هبدأ على طول اشتغل على التلات اعمدة اللي فوق دول. لو انا لفيت الشغل تاني كده. هلاقي عندي الاعمدة اللي فوق اللي هي الاول والتاني والتالت. دول باشتغلهم الاول. اعمدة خلفية. وبعد كده باشتغل الاعمدة اللي تحت الرابع والخامس والسادس. هشتغل ستة اعمدة خلفيين بعد ما ادير الشغل كده هيبقوا خلفيين. نخلي بالنا. بروح على التلاتة اعمدة اللي فوق. اللي هم اخر تلاتة اعمدة انا اشتغلتهم. وباشتغل اعمدة خلفية. واحد. اتنين. تلاتة. وبعد كده بروح على التلاتة اللي تحت. زي ما انتو شايفين كده. وبسلك لنفس كده الشغل بتاعي. عندي تلات اعمدة اهم. هبين لكم اكتر. الرابع والخامس والسادس. اللي انا اشتغلتهم في الاول. وبعد كده من قدام العمود. وباشتغل عمود خلفي. كده انا بزبط الاعمدة بتاعتي وبرجعها لاصلها. بعديلها يعني. بروح على اول فاصل عندي اعمدين امامي. كانوا خلفي في السطر الرابع. في السطر الخامس باشتغلهم امامي. لو لفيت الشغل كده هلاقي نفسي عدلت الاعمدة. واشتغلت ستة اعمدة خلفي. وعمودين امامي. هكرر بنفس الطريقة معها على كل الضفاير. هشتغل معاكم كمان الضفيرة التانية. ببدأ بالتلاتة اعمدة اللي فوق. اللي انا اشتغلتهم في السطر الخامس الاول. والتاني والتالت. وباشتغل اعمدة خلفية. بعد كده بدخل على التلاتة اعمدة اللي تحت. تلاتة اهم. وباشتغل برضو تلاتة اعمدة خلفيين عشان اكون الستة اعمدة بتوع برض فيرة. بروح على الفاصل التاني وباشتغل عمودين اماميين. هكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر السطر الخامس. وصلت اخر السطر الخامس. هشتغل اخر غرزة نص عمود في الفراغ الاخير. وبارتفع اتنين سلسلة. وبالف الشغل وهبدأ اشتغل السطر السادس. زي ما انتو شايفين الاعمدة اتعدلت معايا. هشتغل السطر السادس على كل عمود عمود زيه بالزبط على الامامي امامي وعلى الخلفي خلفي. هشتغل ستة اعمدة امامي بلفة واحدة. وعمودين خلفي بلفة واحدة. كده احنا رجعنا الاعمدة لاصلها. الفاصل. عمودين بلفة واحدة خلفي. وهكرر لحد ما وصل لاخر السطر السادس. وصلت اخر السطر السادس هشتغل اخر غرزة نص عمود في الفراغ الاخير. شكل الغرزة بدأ يبان. شكلها جميل جدا. بارتفع اتنين سلسلة. وبلف الشغل وهبدأ اشتغل السطر السابع. بشتغل ستة اعمدة خلفي وعمودين امامي. يعني بشتغل على كل عمود عمود زيه بالزبط. اماماً عمودين شكرا؟ هكمل لحد ما وصل لاخر السطر السابع. وصلت اخر السطر السابع هشتغل اخر غرزة نص عمود في الفراغ الاخير. ده شكل ضهر الشغل من ورا. ضهر الغرزة. وده وش الغرزة. بارتفع اتنين سلسلة وهنبدأ السطر الثامن. وده هيكون تكرار للسطر الرابع. هشتغل معاكم اول ضفيرة عشان نفتكر مع بعض. هنشتغل فيه اعمدة بلفتين امامي. ست اعمدة بلفتين امامي على كل ضفيرة. والفواصل عمود بلفة واحدة خلفي. هشتغل معاكم اول ست اعمدة. كل تلاتة عكس التلاتة اللي بعديهم. بفوت واحد اتنين تلاتة. وبدخل ورا العمود الرابع. شايفيني الشكل عامل ازاي? بارجع للعمود الاول والتاني والتالت. بعد كده بروح على اول فاصل عمودين بلفة واحدة خلفي. خلاص كده احنا عرفنا طريقة غرزة الدفيرة. عبارة عن اربع سطور بنكررهم لحد ما نوصل لمقاس طول الكوفية اللي احنا عايزينه. هكرر الاربع سطور دول لحد ما وصل للمقاس المطلوب في الكوفية. وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام دور من الغرزة. واقول لكم كمان المقاسات كام سانتي. انا اشتغلت اتنين واربعين دور من غرزة الدفيرة لحد ما وصلت للمقاس المطلوب في الكوفية وهو مية وخمسين سانتي. وده مقاس مناسب جدا لبنوت عندها سبع سنين اللي انا باشتغلها الكوفية. شكل الغرزة زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا. واشتغلت كمان اول تلت سطور من الدور رقم تلاتة واربعين. عشان اصبت الشغل بتاعي. وبداية الشغل تبقى زي نهايته بالزبط والاطراف بتاعت الكوفية يبقى شكلها متناسق. لو لفيت كده وجبت الطرف بتاع البداية. ده الجنب اللي انا بدأت منه. وده خيط البداية. زي ما انتم شايفين انا بدأت باول تلات سطور عدلين. لازم اشتغل اخر تلات سطور زيهم بالزبط. عشان الاطراف بتاعة الكوفية بقى شكلها زي بعضه. وشكلها متناسق والشغل بتاعي يبقى مزبوط. هعمل ايه بعد كده? هوريكو كمان المقاس بتاعي العرض. مقاس العرض بتاع الكوفية تمنتاشر سنتي. زي ما اتفقنا في البداية المقاسات تقدروا تتحكموا فيها زي ما انتم عايزين. لو عايزين تعرضوا او تطول الكوفية حسب المقاسات اللي انتم عايزينها. هجيب ابرة مقاس اصغر. انا اشتغلت بابرة رقم خمسة. هجيب ابرة رقم اربعة او تلاتة ونص وهبدأ بروز الاطراف بتاعة الكوفية بغرز منزلقة. ده اخر سطر انا اشتغلته. بارتفع سلسلة. وهبدأ اشتغل على كل عمود غرزة منزلقة مع عدل اعمدة الخلفية. بفوت الفواصل دي ما بشتغلهاش عشان اضم الاطراف بتاعة الكوفية ما تبقاش واسعة. بدخل في كل عمود تحت عرف الفي وبشتغل غرزة منزلقة. كده انا اشتغلت على اول ضفيرة بفوت العمودين الخلفيين اللي هم الفواصل بين الضفيرة والتانية. وبدخل على الضفيرة اللي بعدها على طول. وبكمل غرز منزلقة. بشتغل اخر غرزة منزلقة. وبسحب الخيط. وهقص الخيط بتاعي. زي ما انتم شايفين قفلنا الاطراف بتاعة الكوفية بغرزة منزلقة شكلها جميل جدا. ولمينا الاطراف. الكوفية عايزة اقول لكم ان هي اخدت تلتمية جرام يعني تلات شلات من الخيط تتبقى منهم الشوية دول. بسحب الخيط. وهاجيب ابرة التنظيف. اشتركوا في القناة بعد كده بقص الحتة الزيادة دي. زي ما انتم شايفين دي الوصلات بتاعة الخيط اللي بين الشلتين. بعقدهم عقدتين كده بسبتهم كويس وبرضو بنظفهم بنفس الطريقة بابرة تنظيف. بروح بقى لخيط البداية. ده كده. وبشتغل برضو غرز منزلقة. على سلسلة البداية الجنب اللي انا بدأت منه. بس في نفس الجنب. في وش الشغل بتاعي. طبعا الخيط عندي هنا في الجنب الشمال. بامشي بورز المنزلقة كده. ما بشتغلش على الظهر لا بشتغل على الوش. من قدام كده. وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. هي طبعا مش مش بالسهولة بتاعة الجنب الاولاني اللي احنا عملناه. بس عشان الشغل بتاعنا يبقى شكله حلو. بدخل كده من تحت سلسلة البداية. من تحت حرف الفي. عشان انا مش عايزة اقص خيط كتير ويبقى فيه وصلات كتير في الشغل بتاعي. بسحب وبعمل منزلقة. واحدة واحدة كده. هي فيها صعوبة شوية عشان احنا شغالين عكس الشغل بتاعنا الطبيعي. هكمل لحد ما وصل للاخر وهنضف الخيط الزيادة وهنضف الخيوط اللي بضهر الشغل كلها. بقبرة التنظيف. عندي هنا وصلتين اهم. ونرجع نشوف الشكل النهائي اعمل ازاي. ده الشكل النهائي للكفية بعد ما نضفت الخيوط الزيادة كلها. شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتم منه. لو عجبكم الفيديو عملولي لايك وشير. وقلولي رأيكم في التعليقات. وما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة